أستاذ محمد الدستورية سقطت عن السيسي بالدليل القطع تمام جابت الدليل بقى عنده اثنين فضلي تمام بقى عنده اثنين الشرعية الأخلاقية سقط تسقط شرعية أي نظام مع أول نقطة دم تسيل من شعبه مش بالألاف تمام الشرعية الإنجاز الشرعية الإنجاز دي موجهة بقى للشرع عن مصر مش للسياسي المواطن أنا أنا شفت أغنية النهاردة في كمة الرواحة في كمة الرواحة حد من المعارضين عامل أغنية بيقول فيها أنا كنت أنا أسف في التعبير حمار جاي بقصة البناء آدم اللي وثق في السيسي وأيده وهو وأخره وأنا النهاردة بهمت باكل طراب تمام باطل يعني شوية سهمت في دي شرعية الإنجاز هنا اتنافت عن السيسي جزء ما نستهونش به من المصريين راح ورا السيسي وجير وراه عشان أحس حياته على أمل الوعود البراكة اللي ادهاله حول حياته إلى جحيم والمستقبل إلى صراب فبالتالي سقطت عنه الثلاث أنواع من الشرعية والآن نقطة والآن نقطة من أول السطر ليه ما أقول نقطة من أول السطر أنا مش عايز أرجع لكل فصيل وقف لي عنده نقطة زمنية معينة مش عايزي تحرك لا خليس عليك سؤال الآن بعدما سقطت هذه الشرعيات وتخلى هذا الذي توهم أن السيسي جنة الآن هو واقف في الشارع هيروح فين هيروح فين هاي تقول لي ده دور بقى يعني ده دور المعارضة المصرية المعارضة هي اللي بتسوق هي اللي بتكود المعارضة تعمل إيه تعالوا نتفق على خمس مطالب بس مش عايز أكتروا من كده مع خمس مبادئ ونتكلم فيهم النهاردة في إبريل 2019 أنا مش عايز أرجع تاني لمارس 2019 أنا بتكلم في إبريل 2019 معنى أن أنا أقول مش عايز أرجع مارس مش عايز أرجع بال 2013 2011